ترجمة نانسي قنقر خلال اللقاء استعرض أحميدان جهود مملكة البحرين بقيادة جلالة ملك البلاد المعظم ومتابعة سمولي العهد رئيسي مجلس الوزراء في تطوير التشريعات المنظمة لسوق العمل وتنفيذ العديد من المشاريع الرامية إلى تعزيز استقراره واستدامته ونموه كما تم بحث تعزيز التعاون الفني بين مملكة البحرين ومنظمة العمل الدولية بما يصهم في تعزيز سوق العمل وتنمية الموارد البشرية وتطوير قدراتها مهنيا لمواكبة متغيرات أنماط الوظائف المستجدة مشيرا في هذا السياق إلى تنفيذ العديد من المبادرات لتعزيز الحماية الاجتماعية للعمال فضلا عن تطوير التشريعات العمالية الوطنية تماشيا مع معايير العمل الدولية ترجمة نانسي قنقر